هنا ساعدي الاثنى عشهر موجودين عندها سمول انتستان طبعا اوهم شي هنا الاحظ هذا الفلايس اللي هي الزغابات اللي تمتص عن طريقها المواد الغلائية هنا عندي هاي المنطقة اسمها اللايلينج ابيثيليام اللي هي المنطقة اللي تكون ضهارة مبطنة للزغابة اوكي هاي هنا عندي الانفاتق ندور اوكي هنا اجزال على الافراز المخاط هاي هنا الفراغات الموجودة بين البلاي او مساحات الموجودة بين الزغابات انت في اللويس سبيسيس هاي هنا الانتستان غلاند اللي هي الغدد المعاوية هاي الصفيحة المتخصصة اللي اسمها اللامنة بوبيريا هاي المازيكولر اللي هي العضلات تكون هي العضلات الخارجية اللي تكون بها طبقة الانعى تكون سيركولر دائرية والاوتر تكون طولية هاي تسيروسر طبعا هذا هنا انذا تشوفونا هو المقطع بالدودينيام ان سمول انتستان بالامعاء الدقيقة هاي هنا عندي مقطع بالامعاء الغليظة اللي هي الارج انتستان طبعا اول شي الاحظ بها هاي هنا عندي بالامعاء الغليظة اللي هي الضفيرة العصبية هنا هاي السبب ميوكاس هنا تحت المخاطية هاي الاقيدة اللنفاوية لنفاتيك نجول هاي هنا اسميها الشرائط القولونية هاي تانية كولاي هاي ايضا هاي التانية كولاي شرائط القولونية هنا انا عندي بعض ماسيكولرز كستانة اللي هي العضلات الخارجية هاي المنطقة اسميها التمبروري فولد اللي هي الطيات المؤقتة هاي ايضا اللنفاتيك نجول هاي العضلات الخارجية تكون طولية وهاي الانع الداخلية اللي تكون دائرية هاي هاي هنانا المساريق وهي المساريق وهي المساريق وهي المساريق الغشاء المصلي للمساريق طبعا هاي ده السلايد هو يوضح لي الأمعاء الغليظة ثم بعد شنو عندي؟ عندي هنانا اللنفاتيك اللي هو الكبد مقطع ادي بالكبد الليفر طبعا هنانا ألاحظ بالكبد هنانا عندي سنترال ذين اللي هو الوريد المركزي طبعا الوريد المركزي هنانا يكون هذا الوريد المركزي يحمل الدم محمل بمواد الغذائي ومتصر عن طريق الوريد البابي اوكي هورو هذا اللي عندي هم اوكي هنانا انتر لبيولر برانش هاي الانتر لبيولر برانش هي تكون تحت وهنانا على البلاي الدكت على قناة الصفة والهيباتاتيك او الهيباتاتيك ارتري اللي هو الشريان الكابردي هاي هنانا المنطقة اسميها بورتال فين هاي البورتال فين اللي هي الوريد البابي طبعا هو الوريد البابي قلنا شبي يحمل الدم المحمل بمواد الغذائية والمنتصر عن طريق عاملات الهضم بالكبذ هاي هنانا نقول الصفائح اللي هو اللي هو وهي يباتاتيك سير هاي هنانا الجيوب الكبذية هاي الجيوب الكبذية اوكي هاي 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 الجيوب الكبذية هيباتيك سينوسوت هاي هنانا عندي انتر لبيولر سبتم هي الحاجز بين الفصوص او الحواجز بين الفصوص هاي المنطقة اسميها portal area. الportal area اللي هي هاي تحتوى على portal bean والبلاي ديكت والهيباتيك ارتعي يعني القناة الصفاء والشريان الكبدي هذا هنالا عندي مقطع بالكبت طبعا هذا يكون مقطع عرضي transverse section بعد عندي القلب لدر طبعا القلب لدر اللي هي المرارة تكون تحتوي على الطبقة اللي اسميها هاي الاول وحدة السيمبل اللي هي النسيج الطلائي العمودي البسيط واللي هنالا عندي اللي هي المتخصصة المخصوصة هاي هنالا عندي هاي الطيات المخاطية اسميها مزوز قليل واللي هو هاي مخاطني... هانالا عندي الارتي و الفين الشريان الğıيد هنالا عندي الكبتال العضل الملسا اورا عنده السيعة لان الخطوال السويقية الساواءين وقد رائحوها كيف تفتشون نسيج الضم هاي هنا هانا التجاويف هاي التجاويف الموجودة بالمقاعد لا غير تكلها ونتهت المحاضرة شكرا لأصغاركم